نشكر ربنا لأجل جلسة رتبها لينا ونشكر الله لأجل كل اللجوم رغم الطقس الصعب بس بالتالي لو إخوتنا في لبنان أو الأردن قاعدين هيقولوا أنتوا بتهذروا يعني أنهم زمانهم ماينس ثري أو فور أو أي حاجة لكن إحنا مش واخدين على أكتر من كده وربنا يخلينا نقدر على اللي إحنا فيه نشكر الله لأجل هذه الفرصة ونشكر رب لكمان الأحباء اللي بيتابعونا على شاشة سات سبعة وربنا يبارك خدمة سات سبعة يوما وراء يوم بسبب استخدام الرب ليها ونريد المزيد لها بنعمة الله أنا واخد سلسلة عن صفات الله وبدأت من المرة السابقة بنسميها سابتايتل عنوان تحت هذا العنوان سميته طبيعة الله طبيعة الله تختلف قليلا عن صفات الله فطبيعة الله كما يعلمنا الكتاب هي ذات ما يتصف به الطبيعة الإلهية أو الجوهر الإلهي وعرفنا المرة السابقة أننا نتعلم من دراستنا لكلمة الله أن طبيعة الله ثلاثية بحسب ما يعلنها العهد الجديد فهي أولا يقول لنا الكتاب أن الله روح نحن نعبد ونحن نعرف الله ليس إلها ماديا أو يمكن تشبيه بمادة أو بتمثال أو بأي شيء لكن الله روح هذا ما قاله الرب يسوع في إنجيل حنة الصح 4 الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا وكلمة بالروح في هذه الآية تعني ليس بالروح القدس وإن كان هذا متضمنا لكن بالروح الإنسانية أي بعقلي بتفكيري بإدراكي أنا لا أقترب من الله لترديد عبارات دون وعد أو دون فه أنا لا أردد عبارة في ترنيمة أو عبارة في آية من الكتاب دون أن أفهمها هذا ما يقصد المسيح بالعبادة التي بالروح بالإنجليش small s لما العهد الجديد يجيب capital s يعني الروح القدس لكن لما يجيب small s يعني الروح الإنسانية روحي إدراكي عقلي تفكيري استيعابي بالروح والحق والحق يعني بحسب تعليم كلمة الله نمرة اتنين في طبيعة الله الله نور حسب ما ندرس في رسالة يحن الأولى الأصحاح الأول وهذا هو الخبر الذي سمعنا منه ونخبركم به أن الله نور وليس فيه ظلمة ألبتة الله نور تعني الله واضح وكاشف لا يوجد فيه شيء غامض فعندما نقترب منه هو إله هو الله الواضح God is light طبيعته ومن يتعامل معاه عليه أن يدرك أن الله سيكشفه فالخاطي لابد عندما يقترب أن يدرك أنه أمام الله مكشوف وبالتالي لابد من التوبة ليه حتمية التوبة للخلاص توبة زائد إيمان ليه حتمية التوبة علشان بقرب من إله مش مغمط ومش بيفوت ومش يمشي الأمور لكن أنا بقرب من إله ماله يرى يرى قيل عن الله الآب تيموثاوس الأولى ستة الساكن فيه نور لا يدنى منه وأيضا ربنا يسوع قال أنا نور العالم فالله نور الله يكشفنا الله ما ينفعش أكون في شركة معاه وأنا في الظلمة الظلمة يعني إيه؟ يعني بحاول أخبي منه شئ أو سلوك عشان كده يحنى بيقول إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض السما التالتة في طبيعة الله الله محبة يحنى الأولى أربعة سبعة الله محبة إحنا ما نعرفش نحب بطريقة صحيحة ما لم ما لم نعرف ونتزوق ونختبر أن الله إيه؟ مش بس محب لكن الله طبيعته إنجاز أقول لما اقترب منه من كنه وأجد أن الله إيه؟ محبة أنا كنت ناوي أتكلم في النهاردة في الله محبة وده اللي قلته المرة اللي فاتحة لكن الرب قدني لسبب هقوله حالا إن هتكلم في خطه موازي لالله محبة أو فرع صغير أو سابتايتل عنوان جانبي من الله محبة السبب هو إن الله سمح الرب سمح إنه في آخر 15 يوم تقريبا تعرضنا لألام كثيرة منها ألام على مستوى مصر في حادثة الأحد قبل الماضي وكسرت قلوب كثيرين إن لم يكن كل من له مشاعر ثم في هذه الكنيسة ودعنا عددا كبيرا جدا من الأحباء وشعرت إنه في سؤال مطروح مطروح في مصر كلها مطروح لدى بيوت كثيرة ومطروح في هذه الكنيسة كنيسة الإخوة بمصر الجديدة اللي بيزع منها اجتماع الحرية السؤال هو أنت تتحدث عن الله المحبة أين الله المحبة حين نتألم؟ هذا كلام يبدو متناقضا أين الله المحبة؟ طبيعته المحبة حين نتألم؟ ولو أخدتها بتطبيق فردي أقول أين الله حين أتألم أنا؟ لا تحدثني كلاما نظريا وأنت على حق لكن إش في وجعي وغليلي وألمي وأنا مثلا أودع شخصا غاليا لن أراه في الأرض مرة ثانية لكني سأراه مرة أخرى في مجيء المسيح لكني سأحرم سأعاني من الفراق سأزرف الدموع صحيح كل ده أين الله المحب حين أتألم؟ لست أدعي إطلاقا أن لدي إجابة إطلاقا لكن ما سأقول الليلة بنعمة الرب هو محاولة للاقتراب من كلمة الله لنفهم الإجابة عن هذا ولست أقصد بالألم ألم الفراق ألم الحوادث ألم الموت فقط لكن أي نوع من الألم نكتاز فيه ما سأقول بنعمة الرب يشبه سيارة تسير في الضباب والضباب يسبب حوادث السيارة التي تسير في الضباب الضباب كأنه ظلمة ظلمة بالنسبة له هذه السيارة بمجرد أن تقترب منها سيارة في المواجهة ستبدأ تكتشف بعض أضواء السيارة المواجهة هذه الأضواء الخافتة تظهر للسيارة السائرة هي فين وعليها أنها تاخد أنهي اتجاه عشان كده لازم فيه نوع من أنواع الإضاءة اسمه ضوء الشبورة بيستخدم في السيارات سأقول لك ولعه ده مش بس ليك لكن علشان اللي قدامك هو ما يخبطكش وأنت ما تخبطهش وأنا اللي هتكلم فيه اللي لدي هو مش أكتر من أنوار في شبورة لغز الألم أنوار في شبورة لغز الألم علشان ما نصطدمش وندخل في دوامة يأس أو فشل أو ألم وهذه الأنوار سوف نأتي بها من كلمة الله ليس لنا مصدر نستقي منه هذه الأنوار إلا كلمة الله في البداية نقرأ معا من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الأول وهذه الرسالة زي ما بعضنا يعرف هي رسالة الآلام كتبت لمسيحيين في نهاية القرن الأول تقريبا يعانون مما سمى بطرس البلوى المحرقة تخيلوا بتحرى البلوى المحرقة لا تستغربوا أيها الإخوة البلوى المحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحانكم كيف بدأ الرسالة وكيف أنهى الرسالة رسالة بطرس الرسول الأولى الأصح الأول بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنتس وغلاطية وكبادوكية وأسية وبسينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح وشوفوا الكلمة اللي جاية الحلوة دي اللي المتألمين يقول لهم إيه لتكثر لكم النعمة والسلامة خدوا على قد منتوا عايزين جرعات يومية مش بلاش بلاش بس يومية كل ساعة من النعمة وإيه والسلام دي الإفتتاحي وبعدين مقدمة في الرسالة مباركنا الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لمراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يطمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا لاحظوا إن كان يجب في حتمية يراها إلهنا إن كان يجب تحزنون يسيرا لوقت قليل بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثما من الزهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمتح والكرامة والمجن عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به الصح خمسة من نفس الرسالة عدد عشر وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبد في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين بعض الأنوار من كلمة الله عن الله المحب وارتباط ذلك بالألام المبدأ الأول النور الأول اللي علينا أن ندركه جيدا والحقيقة والحقيقة التي تغيب عن أذان الكثيرين ليس الله هو مصدر الألم وإن كان يسمح به لم يكن هذا هو المخطط الأصلي عند الله وإن كان يسمح به ودعونا نرجع إلى الخطة الأصلية كما صنعها الله عند خلق الإنسان سف التكوين الأصح الأول بنشوف إيه إيه اللي بنشوفه في آية جميلة بتتردد في تكوين واحد وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن لكن آخر مرة بقى مش بس حسن هما الإيه؟ بعد ما خلق الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا وعلى شباهنا وبعين يقول باركهم الله وصلتهم قال لهم تصلتوا واخدعوا واثمروا وكثروا وبعين بص كده في نهاية اليوم السادس على كل اللي عملوا وقال إيه؟ الكتاب يقول الله كتب التقرير وراء الله كل ما عمله فإذا الكل الكل حسن مش بس حسن حسنن جدا والآية دي واضحة فيه أول أصحاحات الكتاب سفر التكوين أصح واحد عدد واحد وثلاثين أمال إيه القلم اللي إحنا فيه ده؟ إيه المشكلة؟ لأ المشكلة واضحة بعديها بقى صحيه؟ تكوين ثلاثة ماذا حدث فيه تكوين ثلاثة؟ الله لم يكتب على البشرية الألم والله لم يلزم البشرية بالألم ما لإيه اللي حصل؟ الإنسان اختار بنفسه مصار الابتعاد عن خالقه سد العدو اللي هو الشيطان الكذب وكذب الحبيب المحب اللي هو مين؟ اللي هو الله قصة مؤثرة جدا في تكوين ثلاثة قصة السقوط يعني السقوط ببساطة خروج الإنسان من دايرة انسجامه مع الله أو بلغة بسيطة زي ما احنا بنقولها وبنشبهها باستمرار إنه الكرة الأرضية اللي بتدور في المجموعة الشمسية حول الشمس قررت إنها تعمل إيه؟ ما عجبهاش النظم ده فطلعت ولما تطلع يحصل فيها إيه؟ تخرب تتدمر تتدمر قرر الإنسان إنه يخرج من من إيه؟ من خضوعه لله وإيه اللي حصل؟ جات جات الحية وأغوت حواء وحواء بدورها أسقطت زوجها أو أغوته وماذا حدث؟ حدث العصيان على الله خطيئة تتلخص في كلمة واحدة إيه هي؟ استقلال عن الله الناس كتير مش فهم إن كلمة خطيئة يعني إيه؟ استقلال عن الله ببساطة أعمل اللي أنا عايزه ملياش شغل بالله طب حبيبي يلي عايز تعمل كده أوكي؟ اعمل كده بس اعمل حسابك وكتب في ورقة ما سيترتب على كده إيه هيترتب إيه؟ تعال معي يلي عايز تخرج خارج خضوعك لله وتستقل عن الله وتفعل الإرادة الذاتية الخطيئة لغويا لها تعريف ولاهوتيا لها تعريف الخطيئة لغويا تأتي من كلمة أخطاء الهدف يعني إيه أخطاء الهدف؟ يعني الله حدد له هدف وهو عمل إيه؟ طلع بعيد عنه وما هو الهدف الذي حدده الله؟ ليه يوليك؟ حدد إيه الهدف؟ أنا الذي لمجدي خلقتك وجبلتك وصنعتك إشعية تلاتة واربعين سبعة أنا عملك عشان تعمل إيه؟ أنا خلقتك عشان تعمل إيه؟ تمجدني تمجدني طيب أنت عملت إيه؟ أنت مجدت ذاتك استقلت عني أخدت الإمكانيات اللي أنا ما أديها لك علشان تعمل مش إرتي لكن تعمل إيه؟ إرتي هو آدم ربنا إداله إمكانيات واستقل بيه عن الله مين مين؟ إداله إيه؟ جنة أشجار ملء الاحتياجات العاطفية إذ أوجد له حواء نقصك إيه يا آدم؟ ولا حاجة نقصك إيه يا حواء؟ ولا حاجة مال إيه الموضوع؟ قالوا لا عايزين نستقل عنه شوي عايزين نعمل نفسنا فيه ليه هو على طول يقول لنا نطيعه؟ طيب ده أنت بتطيعه من نباعث الحب ليه؟ قال لا برضو نحب إن إحنا نعمل اللي إحنا إيه؟ شايفينه؟ طيب أنتوا مش عارفين النتائج يا جماعة؟ مش عارفين النتائج اللي ابتعاد عن المحب إيه؟ وهذا هو السقوط ده لغوية ماذا عن السقوط لاهوتيا؟ يحنا الأولى ثلاثة يقول إيه؟ الخطيئة هي التعدي في ترجمة يحنا دربي الخطيئة هي التعدي sin is lawlessness وكلمة lawlessness تعني أن تستقل بذاتك وتتمرد على القانون الإلهي أن تفعل إرادتك الذاتي خطيرة الحكاية دي حتى ليه نحن؟ خطيره اللي مش خطيرة حتى بعد الإيمان لو الواحد حبي يمشي على مزاجه يعني حتى بعد ما بقي مؤمن يعمل خطير؟ يبقى خطير؟ ها؟ لو أنا حبيت أتجوز على مزاجي على مزاجي أنا ده جوازي أخي وده مش عيشة حرام ده جوازي على مزاجي مش على مزاج ربنا يبقى اسمها إيه؟ قولوا بردانين؟ قولوا ما كلكم اتجوزتوا خلاص قول نقول ها؟ طب لو أنا عملت مشوار ودخلت في بيزنز تجارة بدون ما أخذ رأيه ومجرد لأن ده عجبني أو ده كويس قوي ده مش حرام؟ لا مش حرام بس خارج عن إرادته باي إيه؟ باي إيه؟ قطير سن إز لولسنس نو لو وذوت لو بلا قانون بلا قانون أنت تتمم قانونك الإنساني ولا تتمم قانونك الإلهي بل أقول وهذه نقطة لمستني شخصيا في إحدى المرات وأنا أقرأ لأحد الكتاب لو خدمت خدمة لذاتك دون أن تكون بفكر الرب وفعلتها لغرض ذاتي خدمة لبسة أجمل توب اللي هو توب اللي إيه؟ الخدمة الروحانية وما فحصتش دوافعك قبل ما تعملها عارف دي إيه؟ خطيئة الله موازينه موازين القدس حساسة جدا عشان كده ناخد بالنا كويس إيه بقى نتائج الاستقلال عن الله؟ نتائج كتير يقول إيه في تكوين ثلاثة هقرأ كده معاكم شوية أعداد بسرعة يا آدم انت فين؟ أنا عريان من أعلمك أنك عريان؟ أكلت من الشجرة؟ قالوا المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت تعالي يا مرأة ما هذا الذي فعلتي؟ فاهمين الآن يعني إيه؟ عملتي إيه يا حوة؟ إيه عملتي أكلت سعشة قال لها ده أنا شايف تاريخ البشرية اللي هييمتد على الأقل بعديكي ستة لاف سنة أنت مش شايفة اللي جردتي أنت وآدم على البشرية وهديكي لمحة من اللي هيحصل في البشرية يا حوة قالت له الحية قال له طيب تعالي يا حية ما هو الحية ما كلمهاش أصدر الحكم على طول لأنك فعلت هذا ملعون أنت من جميع البهائن ومن جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وطرابا تأكلين كل أيام حياتك تعالي يا حوة يا إمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالواجعة لدينا أولادا وإلى رجولك يكون اشتياقك وهو يسود عليك تكوين ثلاثة وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها حصل ملعونة الأرض بسببك كلام دا ليه كم سنة من النهار دا جماعة؟ ست ألاف سنة شغالة اللعنة دي شغالة مين جابها؟ ربنا اللي كاتب لنا الشقة زي ما الناس الجهلة بيقولوا واللي مكتوب على الحاجب لازم تشوفه العين ربنا اللي عايز كده هذا كلام أهو اللي ما يسمعش كلام ربنا ويعصاه ويخرج عن المنظومة بتاعته قادي النتيجة ملعونة الأرض بسببك هتحصل ايه؟ بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب يعني آخر كلام في الحق في موت في موت طيب ادي تكوين ثلاثة تعال تكوين أربعة أول منظر بعد السقوط طبعا اضطردوا من الجنة أول منظر بعد السقوط هو ما يتكرر ويحدث فيه بعد ستة الاف سنة وحصل في بلدنا من أسبوع إيه؟ إرهابي إرهابي خطير مرعب اسمه قاين عمل إيه؟ قام على أخوه وياريت قتلوا برصاصة من بعيد أو فجر حزام ناسف لا ما العمل إيه؟ دابحه زي ما غيره بيعمل النهاردة في بلاد تاني دابحه مين علمك؟ شفت أنت داعش دخلت على اليوتيوب إيه المصيبة اللي عملتها دي يا قاين؟ دبحت أخوك على أصل أنا متغاز منه ليه؟ الدين بتاعه مش عاجبني مش هو الدين بتاعي إيه حبيبي؟ طب إنت الدين بتاعك إيه؟ لأنا عندي مدرسة إيه؟ أنا هاوصل لربنا بطريقتي هو مش ماشي على طريقتي أنا طب هو الرجل عمل إيه؟ هو صدق اللي ربنا قاله في كتابه المقدس إنه الاقتراب من الله على حساب إيه؟ زبيحة هو جب زبيحة وقدمها واحتمى في دم الزبيحة دي إيه اللي يغيزك؟ ده أضف من لكده كمان إن إله الحلو وإلهك الحلو اللي لسه مادد إيده ليك بيقولك إن أحسنت أفل رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها لكن أنت إيه؟ يا سيدي لسه في فرصة خد الزبيحة وقدمه قال له لا مش عاجبني لا أخويه ولا إله أخويه طب تعمل إيه؟ أخلص من أخويه وقام قيم على أخيه اللي ما عملوش حاجة البريء اللي بيقرب من ربنا بالطريقة اللي هو قالها في الكتاب وعمل فيه إيه؟ وزبحوا يا حصرتك يا حوة ويا آدم وأنتم شايفين البكر بتاعكم بيعمل إيه؟ بيتبح الولد الثاني سببه إيه ده؟ سببه إيه؟ العسيان والخطيئة في حل آه في حل طبعا الرب يسوع جيه وعلى الصليب شال كل النتائج ديه واستبدلها ببركات كثيرة طيب عرفنا مين مصدر الألم؟ ده النور الأولاني الألم في الحياة بين البشر سببه؟ السقوط فلا ننسبه إطلاقا لله الله ليس منشئا للألم المبدأ الثاني هيجي سؤال طب سامح بيه ليه؟ وأنا بتغز من السؤال ده الحقيقة بس هارد؟ يعني اللي بيقوله بيتلكك يبقى الإنسان غلطان وبيعني يقولك إيه؟ طب ما كان ربنا منع الشيطان طب ما كان ربنا منع آدم من السقوط طب ما هو شايف اللي هيحصل؟ يعني عايز يحول الله اللي بيقول كده عايز يحول الله أنه مسك ريموت كنترول والشيطان شغال بال يشغله بالإيه؟ بالريموت يدوس لا ده كائن روحي ليه إرادة؟ طب والإنسان ليه إرادة؟ حر؟ ليه حرية اختيار؟ ما هو ربنا بيشغله بالريموت كنترول؟ الله يحترم إرادة الإنسان والله يحترم قرار الإنسان ويوضح للإنسان بركات الطاعة ثم مدار العصيان مش بيجبرنا ولا بيمشينا لا لكن لكن إحنا كمؤمنين عندنا يعني استفسار من أبونا المحب طيب إحنا قابلين الأمور فإحنا مش فاهمين فوق عقلنا أي طيب ليه بتسمح بالألم؟ آه دي أبونا السماوي مقدم لنا فيها إجابات كتير في كلمة قال قال لنا أنا صيدلي عظيم جداً صيدلاني عظيم جداً إن كان الصيدلي البشري وهو بيركب الدواء التركيب بيركبه من شوية مواد منها مر جداً ومنها سام زي الزرنيخ ومنها معسل زيادة ما تقدرش تاخده بيطحنهم بنسب نسب 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 ويضيف عليهم ماء مقتر ويروح مطلعهم في إزازة ويكتب عليهم دواء شافي استخدم الجرعة الصحيحة دواء شافي ماش كده؟ صح؟ الله اللي خلى الناس تختارع علم الصيدلة فارمكولوجي هو أعظم صيدلي يمسك الألام كلها ويروح مطلع منها إيه؟ خير وعندنا الآية الشهيرة اللي بنقف عليها كلنا لما أمور كتير من فهمهاش ونحن نعلم يا سلام لم يقل نحن نفهم أو نحن نشعر ونحن نعلم علم اليقين نعلم نعلم ونحن نعلم أن كل الأشياء بتعزيني قوي كل الأشياء دي ما يفلتش يا رب منك حاجة تشخيص غلط لدكتور؟ لا واحد يقدم المعاد أو يرجع المعاد لا مشوار كان ما كانش مفروض يتعمل ويتعمل وياريت ما كان يتعمل لا أن كل الأشياء تعملوا معا للخير أحبائي أرجو في المحبة أن نأخذ بالنا من أن كثير بسمحهم يرددوا الآية دي يقولوها كل خير أو كل يعمل للخير لا آسف آسف إيه مش آية في الكتاب لا بصراحة كتابي مفهوش دي خد بالك ونحن نعلم أن كل الأشياء تعملوا معا للخير في الآية الأصل اليوناني ونحن نعلم أن الله يجعلوا كل الأشياء تعملوا معا للخير وكأنه بيقولي بص مش على الشيء ما تبصش على المرض ما تبصش على الحدثة ما تبصش على الخسارة ما تبصش على الفقد ما تبصش على الواجع ما تبصش على الخسارة اللي هنا بص لي فوق انظر لله وسلموا الخيوط زي ما المرنم اللي كان بيعبر فيه ألم أخونا الحبيب الدكتور باسم رجدي وهو بيكتب له وبيقول له بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر كل الأمور في يدك وأمين بطول العمر ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا من كلام مظبوط بص للي مسكوا الخيوط ده اللي يريحني ويريحك ونحن نعلم أن كل الأشياء تعملوا معا للخير للذين يحبون الله الذين هم دعوون حسب قصده الآية اللي في رمية 8-28 و29 فيه أمثلة في الكتاب ده هو كل الكتاب بيحكي قصة إزاي كده تعال في سفر التكويل إيه رأيك في حكاية يوسف اللي عرفناه من وإحنا صغيرين وبنتلزز بيها وإحنا كبار 13 سنة ظروف كلها تبدو غلط 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 13 سنة فينا الله الشاب ده أحب الله وكان يتميز عن إخواته بالطقوة والطهارة صحيح أين الله أنت لا ترى الصورة كاملة إلى الآن إخواته أبغضو إخواته نووا قتله إخواته ها باعوه جاءت قافلة من المديانيين أخذته إلى مصر من مصر يتباع لفوتفار صدف كلها صدف صدف ها ويروح بيت فوتفار وينجح وفي بيت فوتفار تحصل له مشكلة تاني من إمرأة ايه فوتفار ومن بيت فوتفار إلى السجن وفي السجن يتنسي من رئيس السوق أين الله انتظر انتظر لحظات وأنت سوف ترى الله لكن في الوقت المعين ساعة الله عندما تأتي وتدق الساعة الإلهية بسرعة بسرعة تتم الأمور إيه اللي حصل في الأمور من السجن إلى عرش مصر ليه مش عشان يوسف حلو دي نمرأة عشرة لا أمال عشان ايه ها تعالى بقى أقولك ليه لاستبقاء حياة الله أرسلني ده ألمنا لها طعم و و ومعنى لما نعرف إنه ربنا ما بيخبطش حشاء حشاء يسمحني إن قلتك المغلط الله لا يتصرف عشوائيا عندما يدخلني أو يدخلك في أي نوع من الضغط هو لديه خطة إيه هذه الخطة أن تكون سبب بركة لغيرك كورنسو ستانية واحد ثلاثة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ديقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في في كل ديقة بالتعزية التي نتعزى بها من مين من الله يعني أنا يسمح لي بواجع أقول له الدين تعزية يرحمة دين تعزية مش هحوشها عندي من التعزية بتاعتي تطلع قناة القناة دي تمشي فيها التعزية اللي أخدتها توصل لمين لأخ تاني متألم بخط الرب لا جيب مثال تاني كيف يستخدم الله أصعب الظروف حقيقة ما عنديش مثال أعظم من صليب المسيح ما فيش أعظم من صليب المسيح هل رأينا في تاريخ البشرية عشوائية قتل إرهاب ظلم قضاء معوج شهادة زور كل اللي عايز تقوله فقضية روح للصليب كمين مسك الزمان الخيوط اسمع كده أعمال اتنين بطرس يقول إيه لليهود هذا أخستموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه فيه مشورة الله أه بس أنتم عليكم مسؤولية هتحزبوا عليه مشورة الله المحتومة وعلمه السابق طب والنتيجة إيه مات واندفن وقام وإيه اللي حصل ده كان أساس لإعلان الخلاص لكل البشرية بقى أسود موقف يطلع منه أعظم بركة للإنسان الله ما يتغلبش يا جماعة الألم والشر لن يغلب الله أبدا ومكتوب معلومة عند الرب منذ الأزل جميع إيه جميع أعمال لكن في النقطة دي أنا عايزة أوجه كلمة صغيرة لأحبائي اللي ربما يكونوا مسيحيين بالإسم وبيتسألوا عن الألم أو غير مسيحيين وبيقولوا ربنا وسط الألم عايز عنده رسالة أيها عنده رسالة والرسالة دي هاخدها من أيتين هقولهم بس هقول الشاهد مش لازم يطلع قدامنا لو طلعب كويس لو عندك طاقة أول شاهد إرمية 22 عدد 21 إرمية 22 21 وهقرنه على طول بعدها بإرمية عشرة 18 إرمية 22 عدد 21 بيقول إيه 22 شكرا عدد 21 تكلمت إليك في راحتك قلت لا أسمع هذا طريقك منذ صباك أنك لا تسمعين لصوت يعني في الراحة في الظروف الحلوة وما حد شفينا ربنا حرمه أو حرمه من ظروف حلوة بيتكلم 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 وحنن نقول إيه لا مستمعين من إنشغلنا بالظروف الحلوة مستمعين تقول لي أخي فريد هيا فين الظروف الحلوة ما تغيرت أشكر ربنا وخد اللي جاية بقى إرمية عشرة 18 بيقول إيه هكذا قال الرب لأنه هكذا قال الرب هأنا زرام من مقلاع سكان الأرض هذه المرة وأضيق عليهم لكي يشعروا مدام الوسع ما تدوش ود أنا عايزهم بس يبصولي عايزهم يتجاوبوا معايا فهعمل إيه هروح مضايق عليهم والحقيقة متشكرين جدا لما بتضايق عليهم إذا كنت بتضايق علينا على المستوى الاجتماعي على مستوى الاقتصادي على مستوى بغضة البعض شكرا لكي نشعر وإذا كنت بتضايق علينا على مستوى الأسري شكرا وإذا كنت بتضايق علينا على المستوى الشخصي شكرا سمعت هذه العبارة من أحد الخدام خارج مصر ولمست قلبي قال فيها إن الله في الظروف الحسنة يهمس في أذاننا لكنه في الألم يصرخ في وجوهنا مش بتسمعوا ليه لما بكلمكم في الوقت الحلو اسمعوني اسمعوني اسمعوا طب سمعنا تقيل يروح عامل إيه يجيب الألم وفي الألم نروح بصنل يروح عامل إيه صرخ اسمع فوق ودي كانت صلاتنا وصلاتي شخصيا طوال الأسبوع اللي فات إنه يا رب استخدم الألم اللي بتكتاز فيه عائلات كتير في مصر لتتويب أعداد أكبر من الناس هيعمل إيه أكتر من كده ربنا هيعمل إيه أكتر من كده ربنا عايزنا نتوب ونبطل شكليات ونبطل منظرة بتاعت بره ونكون حقيقيين ونستبدل التدين بالعلاقة الصادقة الحقيقية مع الله أتمنى وبصلي طبعا ربنا ليه معاملات ودي هقولها حالا في البند اللي بعد كده ليه معاملات مع اللي بيغلط بس أنا بتكلم مالكش سجرب اللي بيغلط خليني فيه أنا أستفيد إيه أضيق عليهم لكي إيه أشاء الله أمر الثالث وماذا عن الأشرار الذين يسببون الألم الآن وفي أزمنا سابقة هل لن يدين الله لماذا يترك الله الشرير والشر إحنا مش أول ناس بنقول مش كده قالها إرمية أبرن أنت يا رب من أن أخصمك يعني أنا مش ممكن أخصمك لأنك بار إيه لماذا تنجح طريق الأشرار أنت سايب الأشرار ونكحين ومحالش عارف يوقفهم أنا مش فهمها دي يا رب حبقوق يقول له إيه حتى مات يا رب أدعو وأنت إيه لا تسمع لماذا أرى شايف إيه حبقوق قال لماذا أرى جور وظلم واغتصاب جمدت الشريعة عارفين يعني إيه أنا شايف قدامي الغلط عمال ينتشر والقانون مشلول مش قادر يعمل حاجة جمدت الشريعة رد الرب عليه في حبقوق واحد وقال له إيه هأنا صانع عملا كل من يسمع له تطن أذنا وعرفت أنه أنا صانع أو عامل عملا في العبري مش أي عمل بتطلق على حرفتين الفخاري اللي شغال يطلع إناء والنجار اللي شغال يطلع موبيليا وكأن ربنا بيقول له أنا الشغال الحكتين أنا حطت إيدي على الفخار وعمال أعمل إيه؟ أشكل وأنا عمال أطلع قطعة جميلة من الموبيليا أصبر حبقوق قال له طب بعدين طب أنت هتسيب الشير قال له بس أنت ملكش شغل أنت بس ها استناني رح تلع في أصاح اتنين فوق على مرسدي أقف وعلى الحسن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي إحنا عايزين نعمل كده نبطل نعود على الفيسبوك كتير والتنقل من الفضائيات مش هقول الأسماء البرامج حضرتكم أكفأ مني بكثير لأنه ليس عندي الوقت لهذه الأشياء كلها تغم وتطير النوم وتجيب كآبة صح؟ ودي اللي بيجوا يسألونا فيها وقالوا النوم رايح عندنا ديبريشن الموت ملخبط طب حضرتك اللي بتغزي مودك بما يلخبطك هنعمل إيه؟ خلص خد عنوان الحدث وروح صلي يا أخي وقرى حبقوق وقرى مزمور 13 إلى متى ربه تنساني كل النسيان وقرى ارمية عشرة وهو يعني الإعلام الفلاني والمزيع العلاني مع تقدير واحترام ليهم هم اللي عندهم الإجابة أهو يا حبيبي هنا الإجابة في كلمة الله الإجابة طيب بيقول إيه بقى الكتاب تعالوا نشوف حكاية الأشراردور هيعمل في يوميا حبقوق لما طلع على على الحسن وعلى المرصد عارفين إيه اللي حصل قال له انتوانت هو إيه اللي توانت في انتظرها دي الرؤية اللي عن الدينونة اللي هتيجي على الشعب اللي بيشتكي منه قال له جايلها دينون بس انت مش تتشغلش بالدينون سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر رح واخدها كاتب العبرانين في عبرانين عشرة وقال انتو بقى مش مستنيين إتمام نبوة انتو مستنيين مجيء شخص غالي عليكم وكل ما تسود نعرف انه هو إيه قرب ما هي لازم تسود قوي بصراحة أنا ما كنتش فاكر انها هتسود كده لغاية قبل مية أنا كنت فاكر هيجي وهي لسه فيها بصيص وبعدها ها هتسود بس يبدو ان السواد اللي بعد ما نمشي ماقدرش هو صف فدي بس إيه سامبلس كده عينات من اللي هيحصل بعد إيه بعد الاختطار طيب طبعا ما ليه يا رب قال له أما البار فبالإيمان إيه يا حي طيب الأشرار اقروا معي تسالونيكي التانية الأصحاح الأول يقول إيه في تسالونيكي التانية الأصحاح الأول عدد أربعة حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اتهاداتكم والضيقات التي تحتملونها ويروحات تعليلين في غاية الجمال لماذا تسمح بهذه الضيقات أولا هي بينة على قضاء الله العادل أولا أنتم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل إلى ملكوت الله هذه حقيقة الحقيقة غابت عننا ولا نعلمها كثيرا في اجتماعاتنا أن الطريق إلى ملكوت الله الطريق وراء المسيح هو طريق مليء بالإيه بالألام كيف ما كان نح غابت شوية الحكاية بصراحة غابت لا سكة مش مفروشة ورد فيها تعب فيها ألم بس الألم ده بيبين أننا بنؤهل لملكوت إيه الله طيب الذي لأجله تتألمون أيضا عدد 6 خد بالك السبب الثاني إذ هو عادل عند الله أنا لذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا بس إمتى؟ مش النهار ده مش النهار ده صحيح هو كالإله العادل هيعمل شغله طبعا ده مش موضوع الإله لكن هو بيقول لنا هنا ما تتشغلوش بجزاءهم لي النقمة أنا أجازي أقول الرب طيب هم يجازيهم ضيقا وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان يسوع المسيح من إيه؟ في الظهور يعني لما يظهر المسيح يبقى غرضوا من ترك الأشرار حاجتين حاجة الأولى تأهيل لينا وإعلان لينا إننا مؤهلين للمجد نمرت اتنين الألام متنوعة بطرس بيقول في بطرس الأولى واحد إن كان يجب تحزنونا يسيرا بتجارب إيه؟ في اللغة اليونانية متنوعة استخدمت على الشيء متعدد الألوان ونفس الكلمة جابها في أصلاح أربعة مواهب متنوعة يعني الله بيسمح بآلام يعني آلمي غير آلمك غير آلمك ما تقارنش نفسك بغيرك ولا لما الرب يسمح بنعمل الآلم ليك تدخل في رسائل النفس شمعنا أنا مخواتي ما عندهمش أنت شعرفك أنواع الآلام إيه؟ طب هي أنواحها إيه؟ لا هي أنواحها كتير أذكر أشهر ثلاث أنواع من الآلام عدى فيهم بولس وبشرحهم لنا لين؟ أولا هي آلام ذهنية حيرة ضغط موضوع ما ينايمش بالليل يمكن الجسم مفوش مرض بس الزهر مولع نار آلم كمان نمرة اتنين آلام عاطفية نفسية الإنحناء الاكتئاب التعب ودي رهيبة لماذا أنت منحنية نفسي فيا ولماذا؟ النوع الثالث آلام جسدية حرفية في الجسم فين نقرأ الثلاثة دول كورونسوس الثاني أربعة وهو عدى فيهم الحقيقة وبيقول لنا يا جماعة انتبهوا عدد سبعة كورونسوس الثاني أربعة سبعة ولكن لنا هذا الكنز حياة المسيح شكرك يا رب في أوانن خزفية مش نحسية ولا حديدية ولا دهبية ولا فضية هم قال ليه؟ آه على الواحد فيه نشوات خزف ليه لما الواحد ما ينام هالصحي يقوم تاني يوم كانوا كلهم لخبط حكمه على الأمور مش مزبوط قدراته على الاستعاب نفيش حتة مغص صداع الدواء مش جايب نتيجة فيه حيرة خبر مؤلم تليفون مزعج لنا هذا الكنز في أوانن خزفية ليكون فضل القوة لله لمن قل لنا بولس قال واحد مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين جاءت في ترجمات أخرى مضغوطين من كل جانب لكن غير مكتئبين تاني برسد فروم افري وير بط نوت بطغط وهو سامح يجي الضغط وقال له ليه؟ يقول لي عشان تشوف قوة الحياة اللي جواي الكنز جواي هيبان دلوقتي هتلاقي نفسك بس تصلي وتسحب رصيد من النعمة تكفيكة هتقوم وهتكمل اتنين متحيرين هالزهنة بقى لكن غير ايه؟ يا إسين سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبل تلاتة متهضين لكن غير مطروحين عفوا مطروكين أربعة مطروحين يعني بيمسكونا وبيعملوا فينا ايه؟ بيارمونا رمي طب ما عضمنا هيتكسر قال ما بيتكسر صح طب وإيه اللي بيحصل؟ لنا هذا الكنز فيه قواني ايه؟ فالألم أشكال كتير وقصد يقول من ديه بلاش أقارن نفسي بإخواتي ولا تقارن نفسك بأخوك وتدخل في الرسائل النفس لو أنت في ظرف ضاغط طب ماهوش معنانا يا رب لا الرب حكيم ووازن الشيلة وعارف كل واحد قدره مش كده؟ بس في النهاية في النهاية وإن كانت ألام متنوعة لكنها يسيرة أصح خمسة في بطرس الأولى يقول إيه؟ وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجديه الأبدي بعدما تألمتم إيه؟ يسيراً لزي يسيراً؟ قال ما أنت بس قارنها باللي جاي هتطلع إيه؟ يسيراً يسمح به ليه؟ لكي يخرج منه الخير ويتمم مقاصده الضوء الثالث أن الله لماذا يسمح بترك الشرير؟ لامتحاني كمؤمن ثم حتى يكتمل مكيال اسمه أربعة ماذا عن تشكيلة الألام كل مننا له قدر ونصيب لكي يختبر النعمة المشددة خمسة الضوء الخامس لنقارن الألم الآن بالمجد الآتي بعد ذلك عايزة أشبهها قبل ما أقرأ الآيات الختمية واحد كتب مؤلف كتب كتاب بيتكون من عشر فصول مسكت الكتاب قريت أول ست فصول وما قدرتش أكمل لأنه حسيت أن الرجل ده عقد واللي بيقروا الكتاب يعني بيعقتهم حاجة صعبة رحت رميت الكتاب بعدت له إيميل قلت له ده يعني أنت كتبه ليه؟ قال لي هل قرأت حتى الفصل الأخير؟ قلت له الحقيقة قال لي من فضلك لا ترمي الكتاب كملوا حتى الفصل الأخير وإحنا أحيانا رحنا مسكين الكتاب وعملنا إيه؟ رمناه إيه اللي ربنا بيعملوا ده؟ لا ده لسه ده لسه الفصل الأخير ما جاش إمتى الفصل الأخير؟ مش هنا ما الفصل الأخير فين؟ فوق رمية تمانية تمنتاشر بيقول إيه؟ السلام على الروعة يقول إيه في رمية تمانية تمنتاشر ونحن عفوا فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس مش لقي كلمة الراجل مش عارف يعبر مش لقي وحدة قياس لا تقاس بإيه؟ بالمجد الذي سيكون في السماء قال لا مش ده مجد مجد أه لكن بالمجد العتيد أن يستعلن فينا لك المجد يا رب لك المجد يا رب بقى إحنا مستنينا أكساد ممجدة زهن متجدد روح متجددة بيت الأبونا السماوي حاجة فوق الوصف والأروع من كده إنه لما ييجي يظهر بينا للعالم يلاقونا بنلمع زي النجوم حينائز يضيء الأبرار في ملكوت أبيهم كالشمسي في قوة هو الشمس وإحنا شموس صغيرة والنجوم هي عبارة عن شموس صغيرة بالمجد العتيد أن يستعلن فينا بواسطتنا لنتشدد ولنتشجع حاولت بضعف شديد أن أأتي بخمس أضواء من كلمة الله لعلها تساعد البعض مننا على أن نواصل مسيرتنا بالاتكال على نعمة الله ودعونا لننسى تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل له كل المجد آمين